ولا يخطر في بالكم ولا يخطر في بالكم أن لبس العباء منافي مع العمل فإنه إن كان منافيا مع بعض الأعمال كالزراعة والبناء فإنه ليس منافيا مع كثير من الأعمال الأخرى كالتعليم والطب والتجارة وغيرها فإنها تستطيع أن تقوم بأعمالها ضمن حجابها وعباءتها مضافا إلى أننا نعرف وتعرفون أن المطلوب شرعا هو الحجاب وهو ستر ما يجب ستره من جسم المرأة وأما أسلوب الحجاب ونوعيته أو نوعية الساتر فلم يقل به الشارع الإسلامي المقدس بشيء إذن فيمكن أن يكون بأي طريقة متسرة وهذا هو الذي يسمى بالحجاب الشرعي إذا كان مضبوطا من ناحية وغير مسير غالبي ونوعي للغريزة كما لو كان جميلا جدا أو ملونا أو مشغولا بأشكال التطريز لا هذا ما يجهز حبيبي فتلبس المرأة بما يسمى جب بسيطة وربطة بسيطة ولكنها مضبوطة وتعمل ولكننا مع ذلك لا ننصح النساء اللابسات للعباءة أن يبدلن إلى ذلك الزي لا لأن العباءة على أي حال هي الأخوة استحبابا والأنسب بالاتجاه الأخلاقي إلا أن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلا أن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى القول بأن الدين منع عن العمل المنافي للبس العباءة لا لا نستطيع أن نقول ذلك نعم من كان من الفقهاء من يوجب ولو بالاحتياط الوجوبي ستر الوجه للمرأة كآية الله الخوي قدس سره وغيره وغيره لا تكون النتيجة عنده نفس النتيجة لا تكون النتيجة عنده نفس النتيجة لوضوح أن ستر الوجه مناصي مع العمل إلا نادرا ومعه يكون الدين كأنه قد منع المرأة عن العمل غير أن هذا الإشكال يرتفع فيما إذا قلنا كما هو الصحيح بجواز كشف الوجه والكفين لها ويكون العمل ميسورا لها بهذه الطريقة ولكننا هنا أيضا نقول إننا لا ننصح للملتزمات بستر الوجه بالبوشية ودخوها أن يكشفن وجوهن أولا لأن الستر ستر الوجه أخوط استحبابا وثانيا لأن الكشف فيه مظنة الفتنة والإثارة الجنسية وخاصة إذا كانت المرأة حسناء نسبيا وأما إذا حصل الإطمئنان بوجود الإثارة ومري حرم كشف الوجه عليها لا محالة إذن سينبغي أن ينحصر عمل المرأة مع الحاجة مع حاجتها أو اقتضاء المصلحة العامة لذلك أو أمر الولي العام العادل به ونحو ذلك وكل هذه الموارد كثيرة ومحترمة شرعا واجتماعيا وأما بدون ذلك فالأصل للمرأة أن تتكفل بيتها وأسرتها كما في الحكمة جهاد المرأة حصل التباعل وأما ما يفعله النساء في هذا العصر سواء المحجبات نسبيا منهن أو غير المحجبات من الإختلاط والتبرج والخلاء والغناء والرقص والتبسط بالكلام مع الرجال الأجانب وكذلك الرضا والتجاوب مع الفرق الغنائي الوارد إلينا من خارج القلوب فكله فساد وإفساد وجناية على الفرد والمجتمع ولا يؤدي إلا إلى غضب الله المنتج لبلاء الدنيا وبلاء الآخرة وإنا لله وإنا إليه راجعون